ننتقل الى the special features of the internal oblique ونبتدي برقم واحد Rectus sheath في هذه الصورة يبدو Rectus sheath ك fibrous envelope ك fibrous sheath enclosing the rectus abdominis and the pyramidal muscle دي Rectus abdominis ودي البيراميداليز من تحت ومن هنا يبدو الشيث مغلفا لهاتان المصلز طيب في هذا المقطع هنفهم كيفية تغليف Rectus sheath للRectus abdominis الحدث الاساسي في تكوين هذا الشيث كان انقسام l'aboneurosis of the internal oblique يعني insertion of the internal oblique اللي هو بالله الأزرق ده عند lateral border of the rectus abdominis مصل انقسامها الـ إلى anterior lamilla اللي أنا ماشي معها بالسام running over the anterior surface of the rectus abdominis posterior lamilla running over or running behind the posterior surface of rectus abdominis التول lamilla بعد ما بيعدهم ويغلفهم يعملوا انكولوزينجر الرectus abdominis يجو عند الميدل لين ويحصل لهم reunion فين بالضبط عند منطقة اللينيا البا طيب بانقسام الانترنل oblique ابنروسيز عند lateral border of rectus abdominis ثم اتحاد الى طولة ميلي ثم اتحاد دومة مرة ثانيا عند ال medial border عند الليني قلبة هيتكون rectus لكن هل ده فقط هي مكونات rectus زي ما احنا شايفين في الرسم هذا الشيس بيجده عامة أمامية من ال external oblique ابنروسيز اهيي ويجده عامة خلفية من transversus ابنروسيز ده من خلال هذا المقطع across the anterior abdominal lorsquان نتكلم على fighters و structures اللي بتكون R C شيس في هزا ال personaje اليدوي ده الانتيرو الابدومنال وال ده السوراسيك كيج ده الستيرنم واللور اند افزا استيرنم اللي هي كانت الزيف استيرنم دي كانت الامبلايكس اللي تقع ميدوي بتوين زي زيف استيرنم اند زي سيمفسيس بيوبس والخط ده اسمه ليني قلبا وهنشرحه بعد كده ودي كانت الانجوين اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي فات اللي هي كانت وهي الحد الفاصل بين الابدومن من اعلى والصي من اسفل دي الخريطة اللي انا هرسم عليها الريكتاس شيس ده كان دياجرام للريكتاس شيس وبداخله يتوجد بداخله الريكتاس ابتومنس مصل الريكتاس شيس بيغلف الريكتاس ابتومنس وماشي نفس الكورس بتاعها دي من اسفل حوالي وانش واسع من اعلى حوالي تلاتة انشيس ونص لانه ماشي مع الكورس اوف زي ريكتاس ابتومنس مصل علشان نفهم اه الاستراكشر واو البارتس اوف زي ريكتاشيس هنرسم تو امجنري لاينز الابر امجنري لاين هيمشي بتوين زي زي فاي بروسس زي فسترنوم من اعلى وبين الامبلايكاس من اسفل ماشي الخط التاني هو اللور امجنري لاين وهيمشي بتوين اه زي امبلايكاس من اعلى والسام فيزز بيوبس من اسفل وجود اتو امجنري لاينز الابر واللور امجنري لاينز هنقسم الريكتاشيس الى سري بارتس بارت وان و بارتو بارت سري البارت وان اللي بيقع اباف زي ابر امجنري لاين يعني من فوق من فوق من اللور بوردر اوف زي كوستل مارجن الخط التاني او اول بارت التاني اللي هيقع بتوين الابر اند لوور امجنري لاين اما البارت التالت اللي هيقع بلوزي لوور امجنري لاين بينها وبين الانجوينل ليجا منت يبقى اه هنقسم الريكتاشيس الى سري بارتس دي التقسيمة الشائعة المعروفة هناك تقسيمة اخرى بتقسمه الى اربع بارتس احنا هنبعدها شوية ونخلينا في التقسيمة الكلاسيك اللي هي بتتكلم عن سري بارتس في البارت الاول اللي بيقع اباف زي ابر امجنري لاين عاوزين نشوف الاستراكشر اوف زي ريكتاشيس كان بيكون من ايه ادي الريكتاش ابدوميناس مصل وقادي الكفرنج اللي مغطيها اللي عمل لها انفيلوب اللي اسمه الريكتاشيس هنجد ان الانتيريور وول اوف زا ريكتاشيس كمكونا من ابون روسيس بتاع عضلة واحدة فقط هي الاكسترنال اوبليك ابون روسيس اما البستيريور وول اوف زا ريكتاشيس كان هريان كان كان غير كامل فقط هنجد المصل ركنة على الايه على خمسة وستة وسبعة وهنجد ان طيب في البارت التاني اللي بيقع هنجد الريكتاشيس انه كومبليت لو انتيريور وول ولو بستيريور وول الانتيريور وول مكتمل والبستيريور وول مكتمل الانتيريور وول بيعمله الريار الاولانية هي الاكسترنال اوبليك ابون روسيس والليار الانتيريور لملة of the internal oblique ابون روسيس طيب والبستيريور وول في المنطقة الثانية كمع مول بـ الريار الاولى اللي هي البستيريور لملة of the internal obliques ابون روسيس والليار التاني اللي هي الم appearing arriving transversus ابون روسيس طيب في المنطقة الثالثة اللي تقع بلوز لور امجنري لاين لماذا حددنا هذا اللين وقلنا ان اللي بيقع ميدوي بتوينز امبلايكس اندي زي سيمفسيس بيوبس هو اللور امجنري لاين لأن تحت هذا الخط كان حصل تمرد كان فيه تمرد لمين تمرد للبستيري رول من هنا البستيري رول اللي كان مكوناه طبقتين اتنين حصل تمرد رفضوا انه يبقوا على وضعهم في البستيريور اسبكت اوف زي ريكتاس ابدومنس واتمردهم على حالتهم وقالهم هنبعد من البستيريور بوزيشن وننتقل الى الانتيريور بوزيشن هنا فعلى هذا الاساس هنجد ان منطقة التمرد ديت حصل فيها هجرة لمين الجه كل البستيريور وال ورح جايب تعلق مشكل الانتيريور وال فعلى هذا الاساس هنجد الانتيريور وال هتشكله ايه هما الليير الاولى هي leyeكون الكلاتけれية الليير الإرس три ممتابة كنت فيها تنين لميلا واحدة انتير واحدة بستير البستيرو الراحة جاية مهاجرة مهاجرة عند مين عند هذا الخط التخيلي هاجرت وطلعت التحمت مع لاميلا وكونت لير واحدة هي الميدير لير اوف شيس طيب اللي هي كانت هنا موجودة بستيريور شافت اللي اللي قدامها بتاعت مين بتاعت هاجرت للامام هنا فراحة جاية ما هاجر معها للامام لما هاجرت للامام تم اعلان التمرض واصبح البستيري رول خالي مفيش فيه اي ابو نروسز فيه فقط مين فيه الفاشية ترانس فرسالس منطقة التمرض ديت اللي البستيري رول بتاع هنا في السكن ديلي بارت هاجر للانتيري رول منطقة التمرض هذه هي عبارة عن خط مقوس اسمه الخط المقوس او جاية من ارك ارك يعني ارش فهذا الخط المقوس يمثل منطقة التمرض تمرض البستيري رول ورفضه لانه يعد بستيري رول وهجرته للامام مشاركة مشاركة في تكويت الانتيريور وال اوف زا ريكتس شيس هذا اللين اسمه ارك او بيسموه اللينيا سيمي سيركيولارز لينيا جاية من اللين سيمي يعني شبه سيركيولارز يعني سيركل يعني ارك يعني قوس يعني الخط المقوس اهي دي التلاتة اه الا بارتز اوف زي ريكتس شيس بي الستراكشيرز بتاعتهم اللي مكونان طيب تعالوا نشوف الكونتينس اوف زي ريكتس شيس هذا الشيس الذي بداخله الريكتس ابضومنس والبيراميدالز يوجد فيه مجموعة نقول عليها اتنين اربعة ستة اتنين اتنين مصلز هما مين هما الريكتس ابدوميناس والبيراميداليز. اربعة يحملهم اسم وانفيريور. هما والانفيريور ابيجاستريك بيزل ارتريوفين. والانفيريور ابيجاستريك بيزل ارتريوفين. وستة هي هي اما هذا اللين المقوص بفكركم به هو او من الملاحظ من هذا الدياجرام ان كل من المكون اللي هي تقع بين وبين مين? وبين مصري. طيب ازا قلنا حتة كده على الماجي ازا كان ده فده يبقى المنطقة دي من هي هي المنطقة التالتة. يبقى ده مين? البستيريورول بتاع البارت سري. البستيريورول اللي كانت بتعمله مين? الفاشية ترانسفر سالس. اما البستيريورول هنا فكان مختلف ده في الطبق ده مين? ده في الطبق البارت التاني. فكان بيشكله جزء من البستيريور لاميلا اوفزي. اه جزء من البستيريور لاميلا اوفزي انترنال اوبليك. والجزء الاخر بالترانسفر سالس ابو نيروسيز. طيب. اه. الاسبيسافيك كاركتيريستيك فيتشار التانية من الانترنال اوبليك هي عضلة اسمها كريماستريك مصل. ايه حكاية الكريماستريك مصل ده. هزا الديكرة موضح بمنطقة اللور بارت اوفزا اب دومين ومنطقة الساي. ادي الانجوين الليجمينت الحد الفصل بينهم. وادي اللينيا قلبا الانبلايكاس والسينفسيز بيوبس. دي كانت التستس التستس اللي قعدة بداخل اللي اسمه السكروتا. طيب دي الانجوين اللي هي كانت مين? اللي هي كانت الاكستير او اللور بوردر اوفزي اكستيرنال اوبليك ابونيوروزز. لاحز كده اه اكستيرك مصل بتاعتنا. دي عبارة عن لوب. لوب من 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 الانترنال اوبليك. فاي برز من الانترنال اوبليك ماشي على شكل لوب. هذا اللوب واخد شكل حرفي ليو. طيب طلع منين الفاي برز دي? طلع مني هو ايه حلقت الانجوين الليجمينت بالانترنال اوبليك مصل؟ مش احنا اخدنا في الارجن اوفزي انترنال ابليك انها بتطلع من احد بتاعتها من فهناجد من ده جزء من الانترنال ابليك في هذا الجزء من الفايبرز دي مشي على شكل لوح لوح حرف بتنزل وتغلف تغطي التستس بداخل وتلف وتعمل انسيرشن في البيوبيك تيوبركل هذه الفايبرز بيسموها كريماستريك مصل تاخد نيرف سابلاي من اين من نيرف اسمه الكريماستريك نيرف هو جينتال برانش او جينتوفيمورال نيرف احد النيرف او زي لمبر بليكسوس اللي نتكلمها لها في البستيريور امضمنا البول الاكشن او زي كريماستريك مصل تعمل في منظر اخر ادي عندي الانجوائن الليجامنت مادام تدي الانجوائن الليجامنت يبقى هذا هو الانتيريور سبيلو الاكسباين وهذا هو البيوبيك تيوبركل ده الاسئة الابتيريتور فارمين والاستابلم وديد الهيب بون المصل بتاعتنا اللي اسمها كريماستريك مصل هزي المصل طلع ايه من الميدل بارت اوف زي انجوائن الليجامنت اللي هو من الجزء اللي بيدي اورجين للانتيرنال اوبليك ويعمل ايه يعمل له بينزل يحوط التستس ويعمل انسيرشن بتاعه في البيوبيك تيوبركل بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب الاستراكشور الثالث من الاسبيسيفيك كاركتيريستيك فيتجر اوف زي انتيرنال اوبليك مصل هو اسمه ده منظر للانتيرنال اوبليك طب انا ليه قلت على دي من غير اي حاجة ومن غير اي بيانات من الفايبر طاعه هنا الفايبر الكسيفة دي بتمثل والفايبر الخفيفة هنا بتمثل فاذا كان ده اللي كان طالع من اللي كان طالع من اللي كان طالع من فوق اتجاه الفايبرز ماشي اوبورتز فورورتز اند ميدلي بيأكد له خليني اقول ان دي تجي الانتيرنال اوبليك مصل طيب لما ديج نبص شوية كده هو لتحت هنجد ان الفايبرز اللور مست بارت من الفايبرز اوف زي انتيرنال اوبليك اللي واخدة من اللي انجوين الليجمن بتشكل سيك تنديناس اوريجن هذا السيك تنديناس اوريجن بيحط الانسيرشن بتاعه في البيوبك كريست والبيكتنيل ده البيوبك كريست اللي همين اللي هو الابر بوردر ابر بوردر اف زي بودي اوف بيوبس ده البودي اوف بيوبس ده الميديا الوول ده السيمفسيز بيوبس وده الابر بوردر وده البيوبك تيوبركل وده البيكتنيل هذه الفايبرز من الانترنال اوبليك اللي هواخد الارج من الانجوانا الليجمنت رايحة تحط الانسيرشن بتاعها في البيوب كريست والبيكتينيال لاين تشكل مع العضلة اللي تحت منها اللي اسمها الترانسفيرسس ابضومنس تشكل مع الانسيرشن بتاعها سيكتيندينس انسيرشن نشأ من اتحاد اللور مستبارت افزا فيبرز افزا انترنال اوبليك ويحط الانسيرشن بتاعهم في البيوب كريست والبيكتينيال لاين طيب ومالو ايه كلام ده اهميته ايه اهمية هذا الكلام ان هذا التنطن بيشكل المين سابورت المين لهذه المنطقة هذه المنطقة بيشكل سابورت الانجوانا الكنال كما انه ايضا بيشكل سابورت للتراينجل انا اسمه انجوينال تراينجل اذا هذا التنطن السميك اللي اسمه لو نشوفنا في الرسمة اللي فاتت اهو هذا التنطن القوي السميك الذي نشأ من اتحاد الانسيرشن مع اللور مستبارت ومسك تحت في العظم العظم اللي هو مين في البيوب كريست والسوبيليور والبيكتينيال لاين هذا التنطن السميك بيشكل سابورت بيشكل دعامة دعامة لمن بيشكل دعامة اللي انجوينال كنال و تراينجل اسمه انجوينال ليجمنت لعشان يعمل لهم سابورت ويمنع ما يعرف باسب حدوث ما يدفكت في هذه المنطقة اسمه الانجوينال هيرنيا هنتكلم عليه في المحاضرات اللي جاي